تهديد ووعيد وتلميحات من جانب الانتقال بعلاقة وثيقة مع الراعي الأمنية السعودية الجديدة المهيمن في العاصمة السياسية اليمنية المؤقتة عادا في ظل جمود استمر شهرين لمسار اتفاق الرياض المهدد بالفشل أطلع دروس الزبيدي من منبر ما تسمى الجمعية الوطنية الجنوبية متحدثا حول آفاق اتفاق الرياض المتعثر منذ شهرين ومحملا كعادته الجانب الحكومي المسؤولية عن هذا التعثر ومبديا الاستعداد للعمل مع الجانب السعودي في معزل عن موقف الحكومة الشرعية من هذا الاتفاق على حد زعمه نؤكد أننا لا عمي كل الجهود التي تبدلها في العالم السعودية لمحاولة تنفيذ الاتفاق الرغم أن الصرفات التي تقومها الشرعية العلمان السعودي والإمارات حضر بقوة في هذه القاعة جنبا إلى جنب مع العلم الذي يرفعه الانفصاليون لدولتهم الموعودة اجتماعا لم يكن مخططا من قبل الحضور الإعلامي في هذه القاعة يكاد يقتصر على وسائل الإعلام الإماراتية وتلك التي تدعمها الإمارات لخدمة المشروع الانفصالي في دليل لا يقبل الشاك على أن التحالف أو بعضه على الأقل ماضا في التمكين السياسي للأطراف المناهضة للدولة اليمنية ووحدتها واستقرارها في جنوب اليمن كما في شماله يلوح الزبيدي مجددا بمواجهة محتملة مع الحكومة كما جاء في كلمته وكما هي العادة تأتي تهديدات رئيس الانتقال محمولة على ادعاءات بالانتصار للشعب الجنوبي الذي يرزح تحت وطأة ظروف معيشية صعبة وكأنه في جزيرة معزولة ضمن بحر المعاناة الذي يغرق فيه جميع اليمنيين بلا استثناء الممارسات الاستعراضية للمجلس الانتقالي وأنصاره تتزامن مع إعلان من جانب ما يسمى تحالف دعم الشرعية عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أكد التحالف في بيان الله أنه قد تم إطلاق 38 محتجزا من الطرفين بسبب الأحداث التي نجمت عن انقلاب العاشر من أغسطس ضد السلطة الشرعية وامتدت من عدن إلى كل من محافظتي أبيا وشبوة ولم يزد عن الحديث حول إطلاق سراح هؤلاء الأسرى لكن مصدرا حكوميا صرح الثلاثاء بأن وحدات من الجيش الوطني نفذت أول انسحاب لها من مديرية ومدينة شقرة جنوب شرق محافظة أبيا لتمركز في المناطق المتاخمة لمحافظة البيضاء على إثل جهود بدلتها لجنة عسكرية سعودية زارت المدينة خلال اليومين الماضيين وفي المقابل سيسحب الانتقالي كامل قواته من محافظة أبيا وذلك للموجب مصفوفة الانسحابة العسكرية المتبادلة التي تضمنها محظر الاتفاق الجديد الموقع بين الحكومة والانتصاليين